طيب لتطمين حضراتكو على صحة الكابتن محمود الخطيب يمكن النادي طلع بيان النهاردة عشان يوضح فيه بعض النقاط المهمة الكابتن الخطيب لما كان في النمسا مع معسكر الفريق كان أصيب بحال الدوار وسقط على الأرض وحصل له قطع سطحي ودخل المستشفى والأطباء نصحوه بضرورة معاودة الطبيب الفرنسي اللي كان أجراله عملية في المخ من 3-4 سنين سافر الكابتن الخطيب في فرنسا للمتابعة تكررت عملية الدوار دي تاني فالأطباء المعالجين طلبوا مزيد من الفحوصات ومزيد من التحليل وإخضاعوا للمتابعة فطولت الفترة في باريس انتظارا لإجراء مزيد من الفحوصات والتحليل لمتابعة الحالة عشان يشوفوا تكرار الأمر ده إيه سببه وإيه اللي وراه الحقيقة مشكورا جدا سيد نصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الرجل العمالي القطري الكبير لما علم بوجود الكابتن الخطيب في باريس اهتم جدا بالتواصل معه اللي اتمنان عليه وصمم انه علشان نوع برضو من الترفيه عليه انه ضروري يحضر مباراة باريس سان جرمان ومارسيليا في الدرب مبارا والحرص انه السيد ناصر الخليفي يستقبل رئيس النادي الأهل بنفسه ويكون معاه طول الوقت ويتفرج معاه على المباراة الكبيرة الحقيقة يعني لمسة مشكورة جدا من السيد ناصر الخليفي وتقدير يستحق رئيس النادي الأهل وكابتن محمود الخطيب وبيأكد وبيعزز قيمة العلاقات العربية الأخوية الشقيقة خاصة بين قيادات عربية على هذا المستوى الحقيقة يعني لقطة بتلخص المكان الرفيع المتميزة التي بيحضر بيها الكبت الخطيب طول عمره هو يقدر بصفته بقيمة النادي ولكن بشخصه ايضا تقديرا كاملا وارتباط التقييم بالشخص والمكان بيكمل بعضه صحيح فلقطة رائعة جدا لكن الأهم منها ونحن نطمئن ويجي لنا بالسلام أعلم بتفاصيل كثيرة من مدة عن معاناة الكبت الخطيب ولم يستمع إلى نصائح الأطباء خلال فطر الماضي طلب منه أن يترفق ويهدى ويبعد عن التوتر والمجود الزائد لكن هو ما قدرش يبعد ولا ثانيا لحد ما قدر يتطمن على انطلاقة الموسم فبدأ يعمل إجراءات البحث عن العلاج وبإذن الله ربنا يساعده أن يوصل بالضبط لحقيقة الأمر ويكون بسيط بإذن الله ويعود الكابتن الخطيب بكل ما يمثله بشخصه وبصفته إلى الساحة الرياضية العامة والخاصة للنادي الأكل ترجمة نانسي قنقر